السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان ومع برنامجكم الحبيب برنامج نور الحق معكم أنا محمد عطية مشالي وأسعد بالتواصل مع حضراتكم في أي وقت وفي أي لحظة بإذن الله تبارك وتعالى وكما وعدنا حضراتكم في كل حلقة من حلقات البرنامج بنقدم موضوع بيخص الأسرة وبخص المجتمع وبيكون في حل ليه بإذن الله تبارك وتعالى وقبل أن نبدأ في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى هيكون أن نهنئ الناس بقدوم شهر رمضان المبارك أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يعيد علينا هذا الشهر بالخير واليمن والبركات إنه ولي ذلك والقدر عليه وأسأله سبحانه وتعالى أن يزيح عن بلادنا مصر وأن يزيح عن العالم أجمع هذا المرض اللعين إنه ولي ذلك والقدر عليه وأسأل الله تبارك وتعالى من داخل هذه القناة الحبيبة أن يزيح عن الغمة إنه وليه زي لك والقدر عليه وفي هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون حديثي مع حضراتكم عن موضوع بيشغل كل إنسان وبيشغل الأسرة وبيشغل الراجل وبيشغل الست ألا وهو سحر المحبة إن شاء الله تبارك وتعالى كل المشاهدين اللي بيتابعوني الآن وبيتابعوا البرنامج الحبيب بتاعكم إن شاء الله تبارك وتعالى هتجيب ورقة وألم وتعود قدام الوقتي وتسمع للكلام اللي احنا هنتكلم فيه الوقتي لأنه بيخصك كراجل وبيخصك كزوجة سحر المحبة وهو أن يقوم أو تقوم المرأة وتذهب إلى ساحر أو إلى دجال والعياذ بالله فتصنع سحر المحبة إلى زوجها ولا حول ولا كتل إلا بالله جوزها بضرب جوزها بيعمل معها مشاكل أول حاجة تعملها تقول لك والله أنا لازم أعمل سحر محبة جوزي عشان ما يشوفش في الدنيا اللي تب إزاي ده كده بعض من الناس يقول لك والله أصد طالما بتعمل في الخير لا بأس به لا من ذهب إلى عراف أو إلى دجال فقد قفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أي إنسان يقول لك أعمل لك سحر محب هاخد حاجة من الآطة هاخد الإسم وإسم الأم ده بدأ دخل في شغل الدجال والعياذ بالله أول حاجة في حلائتنا من شاء الله تبارك وتعالى أعراض سحر المحب إيه الحاجة اللي اتعرفني إن أنا عندي سحر محب وهنفرق بينها وبين الحب الطبيعي الذي أحب الرجل زوجته من أجله أول حاجة أعراض سحر المحبة عايزك تجيب ورقة أو ألم يا كل اللي بتسمعني الوقت أيا كان هذا رجل أو امرأة تجيب ورقة أو ألم وتكتب كل اللي أنا بقول عليه أول حاجة الشغف والمحبة غير الطبيعي يعني بمعنى صح أنا بفوجة إن أنا بحب زوجتي ودايما ملهوف عليها واللهفة دي غير طبيعية تاني حاجة الرغبة الشديدة في قصرة الجماعة يعني بمعنى صح ما يشوفش في الدنيا كلها إلا زوجته حتى الأم ما يحبها إزا ما بيحب زوجته وبالمعنى البلد كده يقولك والله فلن دا بيحب زوجته أكتر من نفسه طبعا الحب دا ما جاش إلا بجن مكلف في منطقة العقل والقلب فهو يهيئ له أن هذه الزوجة هي أفضل نساء العالم فلا يرى في الكون إلا حب هذه المرأة بعد كده عدم الصبر عنها يعني بمعنى صاحبه مجرد ما يبعد عنه يقولك أنا والله عايز أكلم زوجتي لإني وحشتني أوز رابع حاجة التلهه في الشديد لرؤيته يعني بمعنى صح ما بيشوفش في حياته ولا في دنيته إلا زوجته ليه؟ لأن دا بسبب سحر المحبة وهذا محرم آخر حاجة طاعته لها طاعة عمياء يعني بمعنى صح بييجي لما الرجل دوات بتعمله سحر محبة أو الزوجة أيا كان الرجل أو الزوجة بيبدأ طاعته لها طاعة عمياء يعني بمعنى صح حاجة غير طبيعية لو الناس كلها قالت له دا صح وهي قالت دا غلط هو ينفس كلام زوجته لأنه هو طبعا مش بقرطه لأنه في الوقت دا اللي بتحكم فيه هو الجن والشيطان أو المشعوز لأنه فعل له سحرا والعياذ بالله كيف يحدث سحر المحبة؟ إزاي بيحصل سحر المحبة؟ كثيرا ما تحدث الخلافات بين الرجل والمر ولكنها سرعان ما تنتهي وتعود الحياة إلى طبيعتها ولكن هناك نساء لا يصبرون يعني بمعنى صح بمجرد ما الزوجة بتتجوز طبعا اللي هي بتكون بتتعرب بنا بتتتقرب بنا في زوجها ولا تفعل له شيئا من هذه الأشياء المحرم أما بعد ذلك هناك من النساء من تمتلك الغيرة في قلبها فلا تصبر أول شيء تقوم وأخدا تقول تسأل بقى يا جماعة أنا جوزي بتضربني بس أنا عايز حال يقول لا والله فيه فلان مكشوف عنه الحجاب ومكشوف عنه البطنية وكل شيء لو رحت له هيزبط لك الدنيا كله تب ازاي بس رحيله وخدي شيء من قطر جوزك علشان علشان يعمل لك حاجة بالمحبة ده رجل طيب وما يدريك أنه طيب إن الذي اطلع على الكلوب إنما هو الله ربما تجد إنسان يخيل إلى الناس أنه يعالج بالقرآن والركة الشرعية وهو أيضا يرتكب حرمات الله وينتهك حرمات الله أي إنسان على وجه الأرض يقول لك اعطيني الاسم واسم الأم ده دجال أي إنسان يقول لك حت لشيء من قطرك أو حت شيء من سيابك ده دجال أي إنسان يقول لك خد البخور دهوت وتبخر به وانت هتبقى كويس بيعمل إرضاءات للجن والعياذ بالله هذا البرنامج كما وعدت حضراتكم إنني بقدم فيه نصايح لجميع السادة المشاهدين وزي ما أنا قلت لحضراتكم أي مشكلة بتعرض علينا لابد إن أنا بسأل المريض هل ذهبت إلى أسيادنا الأطباء يقول لك والله أنا رحت وما فيش أي نتيجة إنما بعد كده بيكون هنا دور الطبيب النفسي بعد الطبيب النفسي هنا بنكون ده دورنا إن إحنا نتكلم ونبدأ نتكلم بآيات الله وبالركية الشرعي أما غير ذلك فهو يخالف كلام الله ويخالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا من كل الدين تلك المرء يعني بمعنى أصاحبه مجرد ما الزوجه بتلاقي مشاكل في بيته تقول لك والله أنا عايز أعمل حاجة بالمحبة الجوزة عشان يطعني هو أنا هفضل كده ملطشة ليه بمجرد ما يدخل البيت لابد إنه هو يضرب بمجرد ما بيدخل البيت كإن فيه والعياذ بالله عفريت في البيت كإن فيه جن في البيت ما أنت أصلا أنت اللي حضرت الجن ده وأنت اللي بدأتي بالمهاطرات وذهبتي واتبعت العادات والتقاليد ولم تتبعي هديا النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الأصار العكسية لسحر المحبة أكيد فيه حاجات بتحصل لأصار عكسية حينما تفعل المرأة سحر المحبة أو يفعل الرجل سحر المحبة إلى زوجته فتطيعه طاعة عمياء أحيانا يمرض الزوج بسبب هذا السح ولا حول ولا قوت إلا بالله يعني وجدنا أناس أو وجدنا ناس كتير يقول لك والله أنا بعد ما كنت كويس وبحب زبتي فجأة جاني أمراض لا تحصى ولا تعد فيجي الناس طبعا العقلاء يقول له والله أنت من كتر الشرب اللي أنت شربته فجسمك تبهدل من الحاجات اللي أنت شربته بعد كده أحيانا ينقلب السحر بالعكس فيكره زوجته وهذا ناتج عن جهل كثير من الصحرة بأصول السحر يعني بمعنى أصلا هو بعد ما بيعمل لها سحر المحبة بينقلب السحر ليه بينقلب السحر لأنه هو أصلا وكل جن غير مسلم بمحبة المرأة إلى زوجها والزوج إلى زوجته ولا حول ولا قوت إلا بالله فحينما كسر هذا الجهل في مجتمعنا وإحنا كل حاجة الوقتي يقول لك ننسب إيه أصلا أنا عندي سحر أصلا أنا عندي عمل أصلا أنا عندي مشكلة لا يحصها إلا الله لابد أن أنا أذهب إلى رجل ليكون رجل طيب وما يدرك أنه طيب أي إنسان زي ما قلت لحضرتك كل رجل وامرأة بيسمعني الآن زي ما أنا قلت لحضرتك أي إنسان يقول لك اعطيني الإسم وإسم الأم ده دجال لا نقاش ولا جدان أحيانا تعمل الزوجة لزوجها سحر مزدوج إزاي ديه يعني تعمل سحر مزدوج إن هو ما يحبش في حياته ألا زوجته ويقره أم ويقره أخت ويقره عميت ويقره أقربه فلا يوجد في قلبه ولا في عينه إلا زوجته ولا حوله لك تل بالله هذه هي الغيرة يا سادة يعني بمعنى أصح هي عايزة تكون متملكة فيه علشان زمعنا بنقول كده لو قالت له إرمي نفسك في البحر يقول لها سمعا وطاعة ومن الناس الفرق بقى بين سحر المحبة والفرق بين المحبة التي يحبها الإنسان من أجل الله سبحانه وتعالى كما قال سيدنا النبي في حق السيدة عائشة رضي الله عنها اللهم هذا خصمي فيما أمله فلا تؤخذني فيما لا أمله يعني يا رب أنا بحب السيدة عائشة دون سائر زوجاتي فلا تؤخذني فيما لا أمله يعني الحب ديه نبع من القلب يا رب أنا مليش فيه يا رب الحب اللي أنا بحبه للسيدة عائشة ديه أنت الذي وضعت ذلك والقلب هو الذي أحب هذه المرأة وهي السيدة عائشة رضي الله عنها ورضي الله عن الصحابة أجمعين ربع حاجة أحيانا ينقلب السحر المزدوج فيكره الرجل كل النساء حتى زوجته يعني إزاي بمجرد ما هي بتعمل السحر ده هو لابد ينقلب السحر على الساحر يعني أنا عملت عشان جزء يحبني الدنيا تتقلب وما تقدرش تعرف تعمل أي ولا تحل المشاكل اللي هي تيجي بعد كده لأن من بني على باطل فهو باطل وإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة وأقول إلى نساء المسلمين وأقول إلى كل الرجال على وجه الأرض اتقينا الله سبحانه وتعالى كما علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في آخر أنفاسه وقال استوصوا بالنساء خيرا إنهن ناقصات عقل ودي يعني في آخر أنفاسه ظل يردد ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمنك استوصوا بالنساء خير يعني لابد أن أنت تستوصي بزوجتك خير ليه؟ لأن المرأة ضعيفة بطبعها وأي كلمة بسيطة بترضيها أنما العنف والضرب والإهانة لا يولد إلا القراهية والله جاءني اتصال حينما سمعته قلت لا حول ولا كنت إلا بالله جاءني اتصال حينما اتصل علي أحد نساء وقالت والله يا شيخ أنا قرهت زوجي فاستمعت إليها ليه؟ قالت لي والله كل اللي بييجي بيقنعه بيقول له والله ده أنت عندك خير لا يحصى إلا الله بس إيه المطلوب؟ زوجتك هي المفتاح لابد أنت عايز إيه؟ يقول له والله إن إحنا نعمل الفاحشة علشان نقدر نطلع الخير ديه وهو موافق أهم حاجة عنده المال أين الغيرة يا سادة؟ أين غيرتك أيها المسلم على أهل بيتك؟ أين الغيرة حينما جاء كل إنسان في هذا العص وتخلى عن دينه؟ وكما قال القرآن الكريم وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّةِ وَصَلَ الْمَالِ بِأَنْ تُحِبُّهُ أَكْسَرُ مِنْ أَنْ تُحَافِظُ عَلَى عِرْضِكُ وَلَا حَوْلَ وَلَا أَكْوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ يعني وصل الإنسان إلى مرحلة أنه أهم حاجة يجيل الفلوس أهم حاجة يكون غني أهم حاجة يكون عنده مال بس بعد كل حاجة تنتهي ولم ينتهي هذا الزوج يعني أن يقبل الغيرة في أهل بيته لم ينتهي بل سجل إليها كلام حتى إذا جاء في أي جلسة أو في أي مكان يعرض هذا الكلام حتى يكون له الحق حتى يكون هو السيد فقلت سبحان الله أين توجد الغيرة ولا حول ولا كوة إلا بالله العلي العظيم أسباب سحر المحب لما تيجي في مشكلة زيدية بالطبيعي الوحدة تقول لك والله أنا عايزة أروح أعمل سحر محبة الجوزي عشان ما يشوفش في الدنيا اللي أنا عشان ما يتكلمش مع حد اللي معايا أنا أسباب سحر المحبة نشوب الخلافات بين الزوجين يعني كتر الخلافات بين الزوجين الوحدة تقول لك أو الستة تقول لك والله أنا عايزة أروح أعمل سحر علشان جوزي يحبني أنا معضتش طيقة ده أنا عندي أولاد عايزة تتربى بعد كده طمع المرأة في مال الزوج خاصة إن كان غني يعني من أسباب سحر المحبة علشان ما حدش يفوز بمال جوزه أو بمال زوجه أقول لك والله أنا لازم أعمله سحر علشان ما يشوفش في الدنيا اللي إحساس المرأة بأن زوجها سيتزوج عليها بمرأة أخر ساعة لما الزوجة تحس تقول لك والله أنا أرض الجوزي إن هو يعني بالمعنى البلدي كده يكون معرض للفضيحة وبين الناس ولا يتزوج المهم إن هو ما يتجوز عليه المهم إن هو يحافظ على الأسرة ماشي أنا معاك في كل الكلام أو معاك أياتا والزوجة في كل الكلام اللي حضرتك بتقوليه بس لابد إن المبادرة تبدأ من الزوجة والزوجة كلهم منا يصلحوا نفسه الزوج يصلح من نفسه والزوجة كذلك ولابد إن الزوجة تبادر بذلك لأن والله البيوت فيها مشاكل لا يحصى إلا الله وإذا فتشت في البيوت تجد إن يقولك دايماً عندي الزوجة بتعلي صوت دايماً عندي الزوجة ما بتستحملش أي كلم الزوجة دايماً عايزة كل حاجة على الجاهز الزوجة عايزة تسمع كلام حلو وبس إنما المسئولية الأولاد المعيشة ولا في الرأس ولا في الدماغ إن كان قبل كده على عهد الأباء والأجداد كان هناك ترابط أسري وكان هناك المحبة تسود كل شيء فدين الإسلام هو دين المحبة ودين الرحمة وبعص الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد رسول الإنسانية بالرحمة والمحبة بدليل ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فض من حوله وبعص الله سبحانه وتعالى أيضاً سيدنا موسى بالكلمة الطيبة والمحبة إزاي؟ لما بعص الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى إلى الفرعون وما أدرك ما الفرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري لو أن لي ملك مص وهذه الأنهار تجري من تحتي فبعصه الله وقال له فقول له قولاً لينة لعله يتذكر أو يخشي لأنك إذا أردت أن تصل إلى قلب أي إنسان فعليك باللين والقول الطيب ولو كنت فضاً غليظ القلب لن فض من حوله السحر الحلال إيه السحر الحلال؟ أو إيه الحاجة المحللة علشان أعملها الزوجي علشان تبقى حياتنا مستقرة أولاً أن تغير الزوجة من نفسها يعني تغير من نفسها إزاي؟ إن إذا كان صوتها عالي تهد الصوت إذا كان طريقتها في الكلام قبيحة لابد أن هي تظهر كلام طيب إذا كانت الزوجة مهملة في نفسها أن تلبس الملابس الطيبة وتضع بعض الطيب إلى زوجها ليه؟ علشان تكون الحياة مستقرة وعلشان تكون الحياة فيها الخير واليمن والبركات وإحنا طبعاً دخلين في الأيام القادمة اللي جايه على أيام طيبة وأيام مبركات ونسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المبركة أن يعيد علينا هذا الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات بعد كده علاج سحر المحبة إيه هو علاج سحر المحبة؟ أن تقرأ علي أوائل سورة البكر وخواتيم سورة البكر وآيات الكرسي وآيات السحر وآيات الحفظ كل الآيات اللي بتحس على العلاج بالقرآن والركة الشرعية تقرأها على المصحور بسحر المحبة أيه معانا مي من الكهيرة سلام عليك يا فن ربنا يحفظك يا فن سامح حضرتك حضرتك طيب ربنا يبارك فيك وكل عام وانتم بخير تفضلي سامحك بواند الحفظك يا شيف أولاً الجاهز أبطاً بأهل اليسارة وعلى طول بشرة أرجوزة وداعب وكثرة يا حاجة أنا أفضل على العصر منه تمام تمام بس وعلى طول بشرة جمع أهله على الفاضر وعلى المليان والسرعة طيب هو من نوع اللي بسمع يعني لكلام الناس شوية اه يعني هو من صاحب قرار مثلاً يعني كلمة بتوديه وكلمة بيجيبه مثلاً ولا ايه مش فاهم اه اه ايو بسمع السلام الله تمام تمام هو لابد وعلى طول على طول بشرة مع أهله على طول بشرة مع أخواته حضرتك حضرتك قعدة في بيت عيلة كده حضرتك قعدة في بيت عيلة معهم يا فندم ايه حضرتك قعدة في بيت عيلة عائلة يعني في بيت عيلة اه ما قعدة في بيت عيلة تمام تمام هو طبعاً اي كلمة أهله بيقولها هو ما بيدفعش حتى ايه اي كلمة حد من أهله بيتكلم فيها هو ما بيدفعش عن حضرتك يعني اه تمام يا فندم حاضر هنجاوب حضرتك يا فندم سؤال حضرتك يا فندم ان هو أصلاً الزوج مصاحب قرار فلا بد ان الانسان يكون صاحب قرار في بيته حتى يكون هناك جو الألفة والمحب بعد كده علاج سحر المحب ان تقرأ ايات الركي الشرعي بعد كده تحضر صبع ورقات من وراء السدر النبأ وتضك بين حجرين يعني كل انسان عنده سحر يسمع الكلام ده هو وينفزه على ارض الواقع وان شاء الله ستعمه البركة والفائد اول حاجة تجيب سبع وراءات سدر ويدقه بين حجرين ويغلو في ماء ويشرب منها المريض بعد كده يتصبح الانسان بسبع طمرات من طمر المدين فإن لم يوجد طمر المدينة فأي طمر يكون افضل بان شاء الله تبارك وتعالى بعد كده العسل فيه شفاء للناس يقرأ ايضا عليه ايات الركي الشرعية فيجعل الله سبحانه وتعالى الخير فيه باذن الله سبحانه وتعالى بعد كده في ايات من القرآن حينما تقرأه على المريض غالبا يسرع المصحور يعني بمجرد ما تقرأ ايات الركي الشرعية تلاقيه بيتشنج وتلاقيه يتوف في دنيا غير الدنيا اذا وجدت الاعراض دي موجودة عنده اعرف انه هو في الوقت ده عنده سح اما ان يكون سحر مرشوج او سحر مشروب او سحر مأكول او مشابه ذلك بعد كده وهذه هي الايات معانا اتصال استاذة نوران سلام عليكم يا فندي سامح حضرتك يا فندي لو سمحت يا شيخ انا كنت في المقابر عند المقابر تابعني فلجيت عظم مدفون في السربة ما نسمع سف عظميه بالزبط وممكن يكون معمولة عليه ساح لقيت عظم مدفون يا فندي عظم مدفون في جنب قبر مهجور اه طيب هو حسيت انه هو يعني لما شفتيه لقيت مكتوب عليه حاجة مش مكتوب عليه حاجة خالص اه مش مكتوب عليه اي شيء يعني لا بس قابر مهجور طيب ما طيب ما هو الوقتي هو مش ملفوف في كفن او ما شبه ذلك يعني طيب يا فندي اجاوب حضرتك يا فندي طبعا اللي شفتيه ده لا اكيد ده حد متوفي لان طبعا ده اماكن اللي بيدفن فيها المسلمين انا سأل الله تبارك تعالى في هذه الايام الطيبة المباركة ان يشف مرضانا ومرضى المسلمين انه ولي ذلك والقدر علي وهناك احد الناس وصاني ان ادعو له على الهواء وهذه المرأة امرأة كبيرة من تحديدا من مركز الصف من قرية المينيا الجيزة وهذه المرأة اصابها الله سبحانه وتعالى بتعب فوسطني وقالت استحلفك بالله وزوجها يقول استحلفك بالله ان تدعو لي وان تدعو لها ان يخفف عنها المرض انه ولي ذلك والقدر علي ووعدتهم ان ادعو لها على الهواء ان شاء الله تبارك وتعالى اسأل الله تبارك وتعالى في هذه الايام المباركة الطيبة ان يشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ازيح الغمة عن المسلمين اللهم اني اسألك في هذا اليوم الطيب المبارك ان ترحم ابي واجميع اموات المسلمين انه ولي ذلك والقدر علي انتظرونا ان شاء الله تبارك وتعالى بالمزيد في شهر رمضان ان شاء الله تبارك وتعالى اننا نحبكم في الله ونسعد ونسعد بالتواصل مع اضراتكم واشكر قناة الصحة والجمال واخي وحبيبي الاستاذ محمد فؤاد والاستاذ محمد الملكي وكل العاملين في القناة فجزاكم الله خيرا فسلام الله عليكم ورحمته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة